اشتركوا في القناة وذلك بعد ان قررت السلطات الجزائرية قطع العلاقات مع شركة ويستر نيونيون الامريكية للتحويلات المالية والسبب وراء هذا القرار الصادم هو وجود المقر الاقليمي للشركة في المغرب مما يزيد من تعقيد الازمة وقد اعرب العديد من المهاجرين الجزائريين عن استيائهم من هذا القرار الذي جاء في وقت حسس حيث يعتمد الكثير منهم على تحويل الاموال لدعم عائلتهم خلال فترة الاعياد والمناسبة الدينية وتعتبر ويستر نيونيون واحد من اهم الوسائل المستخدمة لارسال الاموال بسرعة وامان الى الجزائر ويبحث المهاجرون الجزائريون الان عن بداء الاخرى لتحويل الاموال الا ان الخيارات المتاحة تبدو محدودة ومعقدة مما يزيد من الضغوط المالية على الاسر الجزائرية التي تستعد للاحتفال بعيد الاضحى بظل هذه الظروف الصعبة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء